موسيقى الرئيس السيسي يواجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مدبولي يعقد اجتماعاً لمتابعة الأسواق ويوجه بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة بالموانئ بوتين يقول إن روسيا مستعدة لتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني ويتهم الغرب بالسعي لتقسيم بلاده السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجرانيش نشرة إخباريات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجل الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسان كاترين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج زيارة الأخيرة للوفد الوزرية المصرية إلى تنزانيا فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية وقد قام الدكتور عاصم الجزار بعرض نتائج زيارة الوفد الوزرية المصرية مؤخرا إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس ناريري لتوليد الطاقة الكهرمائية الذي ينفذ تحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيساهم في توليد الضاع في حجم الطاقة المتوفرة حاليا بالبلاد بساعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب وبقدرة 2115 ميجاوات أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال فضلا عن أعمال تنصيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3 وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراسية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرقي وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين الذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة حيث وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متصقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة كما تبع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية التي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائقي للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مسلس مسبيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على الضفتي كورنيش النيل امتداداً من كبري مبابة إلى كبري تحيا مصر شمالاً ومن كبري الخامس عشر من مايو حتى كبري قصر النيل جنوباً كما عرضت دكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع ظهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة الخامس عشر من مايو كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وألية تخصيص الأراضي بها إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال العشر سنوات المقبلة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني تباعاً مطالباً بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم تحرك وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالمواني وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية وفي اجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية وتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين أكد رئيس الوزراء وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لملف توفير السلع وإتاحتها للمواطنين وعضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه وخلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث والعشرين من الشهر تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من الموانئ من إجمالي بضائع قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار موجودة بالموانئ منذ بدي أزمة تراكم البضائع تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية لهم تتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر وأليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى مناقشة التشريعات المنظمة والمتعلقة بالعمالة غير المنتظمة في القانون المصري في أطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 765 عنصرا إجراميا ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم 295 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 103 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 904 قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف و105 بندقية و101 بندقية آلية و42 مسدسا و655 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و116 خزينة إضافة لـ 1471 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459 ألفا و143 حكما قضائيا من بينهم 1704 حكم جنيا و169 ألفا و491 حكم حبسة و221 ألفا وخمسماء وسبعة وخمسون حكم غرامة و66 ألفا و391 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ستة تشكيلات عصابية ضموا 18 متهما قاموا بارتكاب 29 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 118 متهما وتم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتهم وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2382 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالية 2617 متهما من بينهم حوالي 912.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش و45222 كيلو و732 جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 135 كيلو جرام وضبط أكثر من 37.5 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى حوالي 64.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 45.210 قرص مؤثر و15.121 قرص ترامدو المخدر وعدد 60.162 قرص كيرتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 383 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط ثلاث قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 170 مليون جنيه متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 822 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 239 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 51 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 164 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 14 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 978 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التنمونية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 367 طن أعلنت عدد من قطاعات وزارة الثقافة المواعيد النهائية لتلقي طلبات المشاركة والترشح لنيل جوائز الدولة بفروها وجائزة الدولة للمبدع الصغير والإبداع الفني ويغلق مع نهية عام 2022 باب تلقي طلبات الترشح لجوائز الدولة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والتي تشمل جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية والتي تم فتح باب الترشح لها في الأول من أكتوبر الماضي كما سيتم غلق باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة في نهاية شهر ديسمبر 2022 وهي الجائزة التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية أهربت مصر عن خالص التعازي لجنوب أفريقيا في ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوانسبرج مما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات المصابين وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع معربة عن مواساتها لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين أكد رئيس الوزراء العراقي محمد داشياع السوداني حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي مشيرا إلى جهود بغداد في تقريب وجهات النظر المختلفة وكل ما يعزز أمن المنطقة وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفدا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية على الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة في مصاري تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة هذا وقد حمل الوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء العراقي انتهت انتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغ سبعمائة وواحدا وثلاثين ألفا وسبعمائة وستين ناخبا وناخبة لاختيار أعضاء المجالس البلدية وللمزيد ينضم إلينا محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري إلى مسقط محمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل اليوم لديك وخاصة أنه انتهت انتخابات أعضاء المجالس البلدية في مسقط وعمان نعم يعني زميلي بعد التحية بالفعل كما ذكرت انتهت انتخابات مجالس البلدية في سلطنة عمان بالفعل يعني ذكر منذ قليل يعني وزارة الداخلية العمانية انتهاء باب التصويت للمناخبين العمانيين في انتخابات البلدية والذي توقف في نسخة الثالثة والذي انتهت اليوم بالفعل يعني كما ذكرت عدد الناخبي المصوطين في الانتخابات اليوم في أعضاء مجالس البلدية بلغ 288469 ناخبا وناخبة ووصلت نسبة التصويت من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بتوقيت متقط وصلت النسبة إلى 39% قربت إلى 40% يعني سيمة على وزارة الداخلية العمانية على مدر اليوم كنا تعبعا طبعا عمليات التصويت من خلال غرف العمليات المركزية التي قامت بانشاءها وزارة الداخلية العمانية ومن خلال غرف العمليات وبالتالي كان هناك يعني العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية والدولية وقام مساعد أول وزير الداخلية بالاطلاع الوضع الإعلامي على إجراءات التصويت من خلال طبعا التصويت الإلكتروني الذي انتاجته سلطنة عماد لأول مرة في تاريخها وهو عن طريق برنامج انتخابي يدعى انتخب هذا التطبيق الإلكتروني الجديد هو تطبيق يتيح لأن يخدم العمليين الإدلاع بأصواتهم من خلال الهاتف المحمول وليس هناك داعي للذهاب إلى المقارات الانتخابية يمكن الاعتماد لأول مرة على التصويت الإلكتروني ساهم بشكل كبير يعني حسب ما ذكرته وزارة الداخلية ساهم بشكل كبير في مشاركة التالية من الناخبين العمليين في الإدلاع بأصواتهم في انتخابات مجالس البلدية وكان هناك تفاعل كبير من قبل العمليين أيضا الانتخابات تمت بشكل منظم وبشكل مرتب وهادئ من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بلغت نسبة التصويت ذروتها من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة بشكل عام يعني الانتخابات مرت بشكل هاتئ جدا وبشكل منتظم الجميع يرى أن انتخابات مجالس البلدية هي انتخابات لها اهتمام كبير لأنها لا اختصاصات عديدة طبعا نحن نتحدث عن 11 محافظة في سلطنة عمان بواقع 61 ولاية جماعها تنتظر المجالس البلدية لتطوير طبعا عمليات التطوير فيها والمشروعات التنموية وخدمة المجتمع وخدمة المواطن العماني طيب محمد في سياق ذكرك لأهمية هذه الانتخابات في سلطنة عمان وأيضا تجربة التصويت الالكترونية التي أشرتها لأنها نجحت في رفع نسبة المشاركين في هذه العملية الانتخابية والتي وصلت إلى حوالي 40% إذن المحافظات الأكثر تصويتا هل لديك إحصائيات عن هذه المحافظات؟ نعم بحسب ما أعلنت وزارة داخلية العمانية فأن محافظة ظفار كانت من أولى المحافظات التي تصدرت المشهد بشكل كبير تليها محافظة مصطة وهي العاصمة ثم المحافظات الأخرى سحار ونزوة وغيرها من المحافظات لكن ظفار هي التي تصدرت المشهد بشكل كبير تقريبا نتحدث عن 50 ألف من الناخبين من أدنوا بأصواتهم في انتخابات البلدية نعم النتائج متى ستعلن في الآيام المقبلة؟ حديثنا أكثر عن ما هو قادم نعم الآن تجرى فرز الأصوات وسوف يتم إعلان النتائج بعد دقائق من الآن في جميع المحافظات مساعد وزيرة داخلية لشؤون الانتخابات والهيئة القضائية أعلنوا منذ قليل بدء فرز الأصوات وإعلان الناخبين وسيتم أيضا غدا بإذن الله عقد مؤتمر صحفي كبير للوفد الإعلامي للإطلاع جميعا على عمليات التصويت وكيف تمت وكيف ساهم بشكل كبير هذا النظام الإلكتروني الجديد في عمليات التصويت وكيف ساهم بشكل كبير أيضا في مشاركة جميع الناخبين العمانيين في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد نعم زميلي محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري إلى مصقط كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني غير أن كييف ودعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات وتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا لفتن إلى أن بلاده تتحرك في الاتجاه الصحيح مع أوكرانيا كما قال بوتين أنه متأكد مئة بالمئة من أن الجيش الروسي سيدمر نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن عام 2022 مثل أهمية خاصة بالنسبة للأوروبيين حيث كشف عن قوة واتحاد الدول الأوروبية ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية تلقت كييف دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 تجاوز 19 مليار يورو هذا العام يأتي ذلك وقد تركت الهجمات التي تشنها روسيا ملايين الأوكرانيين بلا طيار كهربائي ولا تدفئة ولا مياه نظيفة أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أن الخطة الأممية المقترحة بوقف القصف من وإلى محطة زابوريجيا ستساعد في منع وقوع أي حادث نووي بالمنطقة وأشار جروسي إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول محطة زابوريجيا للطاقة النوية في أوكرانيا وفيما له صلة أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تستعد لنشر فرق الوكالة على أساس مستمر في أربع منشآت نووية أوكرانية من بينها موقع تشير نوبل أعلنت القوات الأوكرانية إرسال بريطانيا دعما يشمل نحو 900 مولد كهربائي من جانبه توقع وزير الدفاع البريطاني بن والاس تسليم 10 ألاف مجموعة أخرى من أدوات الطقس البارد للجانب الأوكراني وذلك بحلول عيد الميلاد على الرغم من برودة الأجواء التي تصل إلى حد التجمد في أوكرانيا في هذه الأوقات من العام إلا أن ذلك لم يمنع الأحداث هناك من السخونة الناتجة عن لهيب القذائف والمدافع في شرق أوكرانيا لا تزال الضربات الروسية مستمرة على باخمود التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية وفي خرصون جنوبا تصاعدت ألسنة اللهب من السوق الواقعة في قلب المدينة التي تمكن الجيش الأوكراني في الحادي عشر من نوفمبر من استرجاعها وذلك بعد ثمانية أشهر من السيطرة الروسية عليها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي أدان القصف الروسي الذي وصفه بأنه إرهابي على مدينة خرصون في جنوب أوكرانيا حيث قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وجرح خمسة وخمسون آخرون على الجانب الآخر ألقت الإدارة الإقليمية في خرصون التي عينتها موسكو باللوم في الهجوم على الجيش الأوكراني منتقدة ما وصفته بالاستفزاز الذي يهدف لإلقاء اللوم على القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وخرصون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية قبل عشرة أشهر مضت ومنذ ذلك الحين تقول كييف إن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دينيبرو موسيقى 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 قالت شركة جازبروم الروسية إنها ستشحن 42 مليون و400 ألف متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية ويظل خط العبور عبر أوكرانيا بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب وسط أوروبا وتم وقف الضخ عبر خط نارد ستريم بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة قال وزير المالي الروسي أنتون سيلوانوفا إن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي بعيدا عن الغرب وأوضح الوزير أن روسيا لن تخضع لصقف السعر الذي حددته الدول الأوروبية مشيرا إلى أن بلاده قد تضطر إلى الحد من حجم الإنتاج قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490 إلى 500 مليون طن من النفط في عام 2023 وذكر نوفاك إن روسيا ستنتج مثل هذا الكمية حتى في ظل الحضر النفطي الجديد الذي فرضاه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير المقبل توقع رئيس الوزراء بيلاروسيا إنكماش اقتصاد البلاد بنسبة 4% بسبب العقوبات الغربية وأضاف أن معدل التضخم بلغ على أساس سنوي في الأول من ديسمبر 13.3% انخفاضا من 15.2% في الشهر السابق وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات بمليارات الدولارات على الدولة السوفيتية السابقة بسبب دعمها لروسيا ضد أوكرانيا بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم تنعكس على أرقام الاستهلاك في موسم أعياد نهاية السنة وكشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تباطئ بشكل كبير لكن ذلك رافقه تباطئ في الاستهلاك ما قد يكون تمهيدا للركود المتوقع العام المقبل بعد مرور تسعة أشهر بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسبقا لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة وبالتالي كبح التضخم لتترجم تلك الإجراءات في أرقام المؤشرات إلا أنها لم تثني الأمريكيين عن الاستهلاك أيضا في موسم أعياد نهاية العام مؤشر الاستهلاك كشف أن التضخم تباطئ بشكل كبير في نوفمبر في الولايات المتحدة لكن ذلك رافقه تباطئ في الاستهلاك مما قد يكون تمهيدا لركود المتوقع العام المقبل المؤشر أشار إلى تراجع تضخم في نوفمبر إلى 5.5% خلال عام واحد مقابل 6.1% في أكتوبر في حين يحاول الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى 2% يعتبر انقفاض تضخم نبأا جيدا للقوة الشرائية حتى أن هذا تسبب في انتعاش لمستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر ومع ذلك مزالت هذه الثقة منخفضة للغاية وسمح الاستهلاك محرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قويا حتى الآن سمح لإجمالي الناتج المحلي بالارتفاع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد فصلين من الانكماش لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة على قطعات محددة لا سيام العقارات وأعلن اتحاد وقلاء العقارات أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في نوفمبر للشهر العاشر على التوالي للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1999 وفي الواقع ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل منذ بداية العام في إطار تجديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم السادسة مستمرة وتتابعون فيها قتلى ومفقودون في حادث سقوط حافلة في نهر بشمال غرب إسبانيا أعلنت النيابة الفرنسية أن المتاهم بقتل ثلاثة أكراد وأصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار وسط باريس كان يعتزم اغتيال مهاجرين في بلدة بشمال العاصمة وذلك بدافع كراهية مرضية عاد الهدوء إلى فرنسا عقب تظاهرات كبيرة قام بها ممثل الجالية الكردية في فرنسا للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية حيث ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر تسعة وستين عاما متهم بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وفي أعقاب اشتباكات بين حشد غاضب وشرطة في فرنسا دعا المجلس الديمقراطي الكردي إلى التجمع في ساحة الجمهورية وسط تحذيرات من أن ما يحدث سيعود تبعاته على الكثير من المهاجرين في العاصمة الفرنسية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من جانبه استنكر حادث إطلاق نار في العاصمة باريس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين واصفا إياه بالهجوم المشين الذي استهدف أكراد فرنسا وأضاف أن كل التعاطف مع الضحايا والأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش مع أسرهم وأحبائهم كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمالان إن المسلح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس استهدف الأجانب بشكل واضح مستنكرا في الوقت نفسه التحول العنيف المفاجئ في الاحتجاج مكتب المدعي العام الفرنسي أعلن أنه بعد استجواب المشتبه به وجهت إليه تهم تشير إلى أن هناك دافع عنصريا ولكن تم وقف الاستجواب في وقت لاحق لأسباب طبية ونقل الرجل إلى وحدة للأمراض النفسية أجرى للجيش الصيني تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي قرب طيوان ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وطيوانية لم يحددها وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أنها ستتخذ كل الخطوات الضرورية لدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها دون ذكر مزيد من التفاصيل أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بدون أن تقدم أي تفسير ورجعت مصادر عدة ذلك إلى عدم دقة البانات منذ رفع بيكين لتدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في السابع من شهر ديسمبر حل الشتاء وغطى الضباب السماء وأرويقة السلطات الصحية في الصين قرارات دون تفسير بشأن كورونا أعلنتها لجنة الصحة الوطنية في الصين بالتوقف عن نشر البيانات اليومية للإصابات والوفيات بالفيروس التي دابت على إصدارها منذ عام 2020 لجنة الصحة الوطنية قالت إنها لن تنشر معلومات يومية عن الوباء وأضافت أن المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية من دون تحديد نوع البيانات التي سيتم نشرها من قبله أصوات من بيكين رأت أن هذه الإحصاءات لم تعد تعكس مدى الموجة غير مسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في السابع من ديسمبر في السابق كانت اختبارات بي سي آر شبه للزامية تساعد على تتبع المنح الوبائي بشكل موثوق لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل ونادرا ما يبلغون السلطات بالنتائج مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة التباين الواضح في منحن الإصابات أكدته مراكز إحراق الجثث التي أكدت تدفق عداد كبيرة من الجثث بشكل غير اعتيادي رغم البيانات الضعيفة عن الوفيات يبذل عناصر الإنقاذ جهودا كبيرة للعثور على ناجينة بعد سقوط حافلة في نهر بشمال غرب إسبانيا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وبحسب السلطات كان ثمانية أو تسعة أشخاص على متن الحافلة التي كانت تنقل ركابا عشية احتفالات عيد الميلاد حيث تم إنقاذ اثنين ونقلهما إلى المستشفى وهما سائق الحافلة وراكبة قالت خدمات الطوارئ في بيلاروسيا إن حريقا اندلع في إحدى مصف النفط لكنه سرعان ما تم إخماده وقالت وزارة الطوارئ إن مصفات النفط الوقاعة في شمال البلاد والتي تصل طاقتها إلى نحو 200 ألف برميل يوميا تعمل بكامل طاقتها على الرغم من اندلاع الحريقة ارتفع عدد قتل الثلوج الكثيفة في اليابان إلى 14 قتلا وعدد المصابين إلى 87 شخصا وأعلنت إذاعة NHK اليابانية العامة أن الثلوج تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وطلب مسؤول التقص من السكان التزام الحذر والامتناع عن الرحلات غير ضرورية أقامت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداس عيد الميلاد إعلاناً بانتهاء الصوم وشهدت مرسم قداس عيد الميلاد حضوراً كثيفاً من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع ومع دقات أجراس كنيسة السيدة العذراء مريم الإستريان الأرسوزوكس بيوم 24 من ديسمبر أقيم قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر ومعه ينتهي صوم الميلاد نحن من مصر أرض الأحرامات الشامخة والتراب المبارك اللي بيمر في النيل العظيم بنقول نحن طبعاً نحن أبناء السلام نحن أولاد التعايش والمسامحة بين كل أطياف المجتمع المصري من مسيحين ومسلمين بكلمات الشكر والصلوات أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية وسط حضور كبير للشعب والمهنئين مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطاهرات والنظفة العامة فيما يأتي القداس بعد عشر أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب باتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة والرئيس البلاد الرئيس العظيم بحبل الفتاح السيسي لمحبته وتهنئته العظيمة لكل رؤساء العالم فالكنائس في مصر تختلف في احتفالتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي فتحت في الكنيسة الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ديسمبر بفارقي 13 يوماً عن الكنيسة الأرثوزوكسية التي تحتفي في السابع من يناير المقبل احتفلت كاتدرائية جميع القدسين الأسقفية بالزمالك بقداس عيد الميلاد وفقاً للتقويم الغربي كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسمس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب الحقيقة فرح عظيم جداً أنه نشعر أن إحنا كيان ونسيج واحد في المجتمع المصري رائع جداً طبعاً أن أخي وصديقي الشيخ سيد عبد الكريم موعانا وبيهنينا بالعيد الأزر الشريف حضر معنا في أمور كتير الكنيس المسيحية المختلفة بتهنينا بالعيد الدولة بتهنينا بالعيد فرحة كبيرة أن إحنا نحس أن العيد السنة دي فيه وحدة ومحبة وشركة وتجمعنا جميعاً هي رسالة اليوم، رسالة الكريسمس، رسالة عيد الميلاد، هي رسالة المحبة، رسالة السلام لأن الملاكة مبشروا قالوا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ويمكن دي مشيئة ربنا أن العالم يكون في سلام دائماً وأبداً مصر هي مصر بمسلميها وبمسيحيها دائماً وأبداً في روح الود والوئام والتسامع إحنا دائماً تربينا وكبرنا وطلعنا جرجس جنب محمد وجنب السيد أخو يسامي جنب أحمد، كلنا إخوة في الله رسالتي في العيد ده رسالة لكل الناس التعبانة وناس الكئيبة وناس الحيرانة أنه صلاة قلبين وربي يزون في الوقت العصيب ده بفرح حقيقي فرحة سلام أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اهتمام الدولة حالياً بتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وخلال افتتاح معرض السلع الغذائية المخفضة في العريش أعلن المحافظ استمرار المعرض حتى شهر رمضان القادم لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة حيث تم اختصار الوسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وتوصيل السلع إلى المستهلك مباشرة بدون وسطاء وأن السلع تباع بتخفيضات تصل إلى 20% وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السينوي وبالرغم من ارتفاع الأسعار عالمياً هذا المنفذ أو اللي احنا افتتحناه ده كل اللي واقف فيه تجار جملة فاحنا اختصرنا مسافة وسيطة كان تاجر الجملة ببيع لتاجر التجزئة ثم تاجر التجزئة ببيع للمواطن احنا اختصرنا الحتة اللي في النص دي وتاجر الجملة حيبيع للمواطن زي ما كان ببيع لتاجر التجزئة فان شاء الله حنستمر ويعني احنا معنا هنا ناس كلها محترمة التدار اللي موجودين معنا وان شاء الله حنستمر لغاية شهر رمضان واحنا على الوضع اللي موجودين فيه انتهت محافظة اسيوت من تطوير وحدة الاشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الصدر بتكلفة اجمالية تقدر بما يقرب من 25 مليون جنيه وتعد الوحدة هي الاولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة باسيوت وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين يأتي ذلك ضمن اكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات اسيوت على صعيد الانشاءات والاجهزة الطبية الحديثة وفي اطال خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات لتقديم افضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين البسطاء وتحسين وتطوير المنظومة الطبية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة تعد المستشفى في الوقت دوا بالجهاز الحديث ده عشان استعدادا للمبادرة الرئاسية لتشخيص امراض السرطان الصدر اللي هتكون المستشفى مشاركة فيه في تشخيص امراض الصدر طبعا لازم المريض بيحتاج انه يعمل اشعة مقطعية عشان يتشخص بيتردد علينا في الفترة دي اللي احنا لسه بدقينها من 10 ال 15 حالة يوميا طبعا ومنتظر اول ما تبدأ المبادرة الرئاسية ان الاعداد تتزايد بصورة اكتر بدأنا شغل فيه تقريبا من حوالي شهرين طبعا موضوع الاشعة المقطعية بالنسبة لمستشفى خاصة انها مستشفى صدر شئ يعني فارق جدا على الطباء في تشخيص الحالات وعلاجها وطبعا بالنسبة لمرضى كان المريض ممكن يجي ويحتاج ان هو يروح يعمل اشعة مقطعية في مكان تاني فتوفر الاشعة المقطعية في المستشفى شيء يعني مهم جدا جدا يعني تعتبر الجهاز اضافة كبيرة لمستشفى الصدر ومحافظة اصول باكمالها حيث يساعد في تشخيص معظم امراض الصدر بالذات وخصوصا فترة الكورونا فيساعد في عمل جميع الاشعاعات المقطعية برضي بالمستشفى والان جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة اخبار المال والاعمال ومرنة ايهاب شكرا لكم يوسف وأدى والان جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا اصدر مجلس وادارة البنك المركزية بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع اقل اعتمادا على اوراق النقدة وذلك استمرارا لجهود دعم التحول الرقمية هذا وأكد المركزي أنه يمتد سريان القرارات التي تم اصدارها لمدة عام اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 والتي تتضمن اعفاء العملاء من كافة المصروفات والعملات الخاصة بخدمات التحولات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية الانترنت والهاتف المحمول البنكي بالجنيه المصرية هذا وأعلن البنك المركزي عن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس عام 2023 ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة اشتركوا في القناة نشر بركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رسماً معلوماتياً حول الدول الأكثر استقبالاً لتحويلات العاملين بالخارج وجاءت مصر في المركز الخامس عالمياً ضمن أعلى دول استقبالاً لتحويلات العاملين بالخارج في آخر تقديرات العام الحالي 2022 ومن المتوقع أن تسجل تحويلات 32 مليار دولار في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالية 100 مليار دولار أعلنت وزارة الزراعة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة ويعد ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ويبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حالياً حوالي 243 منفذاً ثابتاً بالإضافة إلى 30 منفذاً متحركاً تقوم المحافظات والميادين العامة التابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيهاً وأدقنا ب145 جنيهاً والأرس البلدي بسعر 13 جنيهاً صعيدة الأسهم السعودية مستفيدة من ارتفاع أسعار ضفطة بينما تراجعت معظم البرصات الأخرى في الخليج بسبب المخوف الاقتصادية العالمية هذا وارتفع المؤشر الرئاسي بالسعودية بنسبة 12% منهياً جلستين من الخسائر ومضعوماً بارتفاع يقدر بـ 1.9% في بعض الأسهب للتطوير العمراني وزيادة بنسبة 1% في سهم مصرفية انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة لكم مرة أخرى يوسف ودى شكراً لك مرنا أقام مصرح أوبرا كييف حفل عيد الميلاد على مصرح تحت الأرض وذلك تزامناً مع مرور عشرة أشهر على اندلاع الأزمة في أوكرانيا أقيم الحفل تحت الأرض لأسباب تتعلق بالسلامة وتجنب صفرات الإنزار التي تدوي بشكل شبه يومي في العاصمة واعتاد مصرح أوبرا كييف إقامة حفلات عيد الميلاد في 7 من يناير لكن القائمين عليه غيروا الوضع هذا العام إلى الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعنوي الرئيس السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مدبولي يقض اجتماعاً لمتابعة الأسواق ويوجه بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة بالمواني بوتين يقول إن روسيا مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني ويتهم الغرب بالسعي لتقسيم بلاده وصلنا معكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء